الحمد لله وحده الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وتم التسليم ثم أما بعد نلتقي بكم أيها الأحبة اليوم الأحد السابع عشر من شهر شوال 1444 للإجرة الموافق للسابع من شهر مايو 2023 وما زلنا في فقه المعاملات فيما يتعلق بالأسهم الاستثمارية وتجارة العملات ما المقصود بالأسهم الاستثمارية طبعا الشركة قد تكون مالكها شخص واحد وقد يكون أكثر من شخص ظهر من باب التفتح التجاري والتنوع أن يأتي الشخص فيطرح شركته لأفراد قد لا يعرفون ويكون له هو الحظ الأعلى بنسبة يعني فوق الخمسين في المية حتى تكون الإدارة عنده وتحت تصرفه وتسعة واربعين في المية مثلا تطرحها في السوق بحيث يعني تباع هذه الأسهم الأسهم الشركة يعني يعني يستفيد هو إما أن يكون ابتكر هذا المشروع أو أداره ويعني شيء جاهز أو قد يكون عن وعد كمن يأتي فيقول مثلا أريد أن أفعل أو أفتح سلسلة مطاعم أو سلسلة فنادق وأريد أن أبيع مثلا أسهم الشركة هذه السهم مثلا بقيمة ألف والمطروح ألف سهم بحيث أن يكون عندي مئة ألف لكن جملة المئة الألف هذه لن يكون إلا تسعة واربعين في المية من رأس مال الشركة رأس مال الشركة طيب الأسهم الاستثمارية وتجارة العملات هي الاستثمار الأموال في شراء الأسهم والعملات والمتاجرة والمضاربة بها اللي هي موجودة فيما سبق شركات المضاربة الفقه الإسلامي ما هي شركات المضاربة أن يأتيك شخص فيعطيك مال وأنت يكون منك الجهد أنت تشتغل تشبهها مثلا في المقاولات أنت آتي مثلا لصاحب صنعة مثلا إما مهندس للبناء فكأنك تطرح له منك المال ومنه هو أن ينفذ مشاريع وتبيعه أو تباع هذه المصنعية مثلا صناعة كراسي أنت عليك المال وهو عليه تصنيع الكراسي وتسويقها وبيعها الحكم جائز لكن لابد من تفصيل ذكره الفقهاء رحمهم الله لكن بداية ما المقصود بالأسهم الاستثماري عشان توضح عندكم هي الاستثمار في الأموال في شراء الأسهم والعملات والمتاجرة والمضاربة بها المقصود المضاربة البيع الشراء مضاربة في السوق فتجده مرة مثلا يشتري الأسهم إن انخفض سعرها ويبيعها إن ارتفع سعرها وهكذا يعني قد تجد يدخل مثلا في بداية السوق أو في وسط السوق يعني قد يكون بعض الأسهم في بعض البلاد مرتين وفي بعض البلاد قد يكون مرة واحدة وهو ليس ملزم بالبيع مش لازم كل يوم يبيع يعني قد يدخل يشوف الأسعار مختلفة أو أسعار ما هي مناسبة فيتركها لكن قد ينتظر 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 فإذا به كل مال معدل السعر ينزل وهذا يؤدي إلى خسارة طيب كالشراء عند الخفاض السعري والبيع عند ارتفاع السعر تميز تجارة الأسهم عموما أنها ليست مضمونة يعني قد السعر يختلف لكنها ماذا مأمونة مأمونة من المخاطرة أصبح فيها دراسة وأصبح فيها توقعات يعني نسبة الخسارة فيها ضئيلة يعني يعرف مثلا كضرب مثال الآن في الوقت الحاضر يقال أن الشركات السيارات تعتمد على الطاقة الكهربائية في العشرين أو في الخمسين سنة القادمة فكونك تدخل في الشركات التي تصنع الطاقة البطاريات أو تخزين الطاقة وتطويرها هذا ما في خسارة لأنه الآن ضعيفة ما لها سعر سوقي كبير فكونك تدخل وتشتري وتساهم فيها في هذه الشركة وبعد ذلك يعني إذا ارتفع سعرها تبيع يعني هذه من ضمن ألف المقترحات يا شيخ أنه هذا تقليل هذا المعمل لأتباعنا يتكلم بالعومين أنه هالي الشركة تبع الطاقة أو هذا أنا مش حتسل أنا بعدين بيجي وأحد يفكر أنه أبدا طبعا مرح اشترع وطلعت الشركة وراها ناس حرابية وصلاف المصاري أنت بحيش يقول لك يا شيخ أنت قلت لي مش حا أكثر لا أنا قلت لك هنا نسبة الأمم الشركات الكبيرة تفكيرهم ليس كما نحن نفكر هو إن خسر سمعته ماذا سيستفيد أنا قلت لك هو قد يكون عنده نسبة 51% ولن يطرح التجارة كلها أو الأسعار وهذه من الأشياء التي سبحان الله من خلال اطلاعي تجاريا وجدت أنه تختلف في الشرق الأوسط عن التجارة الغربية أغلب الملاق هنا لا يدفع شيء كونه جاب الفكرة هذا يعتبر هو إيش 51% بس كونه جاب الفكرة وبعد كذا يسوق الفكرة يعني أنا تفاجأت أن في شركات سيارات هنا معروفة عالميا ومشهور عالميا المالك يملك صح 51% قانونا لكنه ما دفع شيء هو ما دفع شيء وإنما باعها بلا السم وهكذا وقس عليها كونه بس جاب فكرة كونه جاب الفكرة طيب تتميز استجارة الأسهم أنها ليست مضمونة وإنما معمونة فالمخاطرة فيها يسيرة جدا فالغالب البنوك التي تتدخل في هذه تسويق الأسهم عشان ما تخسر عملاءها لديهم من الذين يعني عندهم خبرة في مسألة ارتفاع الأسهم ونزولها والأسعار وكذا في تتبع الزيادة والنقصان يعني عندهم توقعات قد يكونوا قريبين من ملاك الأسهم الكبيرة أو الشركات الكبيرة يعني كونه مثلا يعرف مثلا المفاجآت مثل كورونا التي أصابت جائحة كورونا التي أصابت العالم الاقتصادي هذه غير مختلفة لكن سبحان الله ارتفعت فيها مثلا شركات الدواء الكمامات من كان يفكر في مصنع كمامات والآن بعد انتهاء أزمة كورونا أصبحت الكمامات يعني إيش نازلة فهو كونه يتوقع فورا يعني من منذ انتشار مثلا كورونا أنه يدخل في أسواق الأشياء الطبية أو المنتجات الطبية أو التعقيم أو شيء وإذا ما انتهت لهذا يخرج منها يعني يظل هذا شغل هذا عمله في مجال أي شيء يحتاج إلى يعني هو ينظر عنده نظرة مستقبلية شركات الطيران الآن يعني ارتفاع كبير في الأسعار التذاكر كونه يدخل فيها يعني وإذا ما وجد أنه الاقتصاد بدأ يريع أو بدأ تنزل يسحب وهكذا وتتميز تجارة العملة أنها ليست مضمونة ولا مأمونة فالمخاطر فيها كبيرة وقد يكون من أسباب الحروب وقد تكون أنت في بلد عملتها قوية فجأة سار حرب أو شي تنزل العملة إلى أن تتعدى الصفر وقد يكون أنت كنت من أصحاب الملايين فإذا بك الملايين هذه اللي عندك ما تسوى شيء ما لها قيمة فتضطر أن تصغفها أو أن تحولها أو أن تبيعها بأزهد الأشياء ما حكم تجارة الأسهم أو تجارة العملات جائزة حكمها جائزة حتى العملات الآن الرقمية التي لها قيمة التي أنت لها قيمة ولو كانت قيمة عرفية ولو كانت قيمة عرفية جائزة إذا كانت الأسهم نقية طبعا الفقهة ربطوا جواز المساهمة في الأسهم على نقاء الشركة التي يعني تبيع هذه الأسهم فإن كانت مثلا مصنع سيارات وتعرض أسهم للبيع جوز الدخول فيها تسمى شركة نقية نقية خارجة من المحرمات الشرعية يعني مثلا ما تدخل في الربا ليست أسهم بنكية مثلا تجاهر بأن من معاملاتها القروض الربوية أو الشركات تصنيع الخمور أو الشركات مثلا تدير القمار ففورا هذه لا تعتبر جائزة وإن كانت فيها نسبة الربح عالية نحن لا نتكلم ربح خسارة نتكلم على يجوز أو لا يجوز فإن كانت الشركة نقية يجوز الدخول فيها والمساهمة والمتاجرة فيها وتحرم إذا كانت أصول الأسهم محرمة كمصانع للخمر للخمر أو التعامل بالمعاملات الربوية طيب إن كانت مختلطة كيف مختلطة يعني قد تكون شركة سياحية فندق إلا أنك تتفاجأ أن هذا المنتج أو الفندق قد يقدم أشياء محرمة في الشرعة الإسلامية مثل الخمر هو لا يصنع الخمر لكن قد يقدمها ضيافة قد يقدمها في السهرات قد يقدمها للتسويق يعني لا يمكن مثلا فندق خمسة نجوم أو يعني في آي بي ولا يقدم هذه الخدمات أو تعري أو أي شيء مما يناقض الشرعة الإسلامية أو مثلا الشيخ هليعة مثلا قد يأتي شركة إنتاج فتأتي تشارك فيها فإذا بيك تتفاجأ أنها مثلا هذه الشركة إباحية قد تخرج يعني أشياء من كشف العورات أو شيء فهذه ما تدخل فيها ما الحكم أدم الدخول فيها يرحمكم الله إذن أو جزءا من الأسهم أو المتاجرة فيها كمتاجر لبيع العصير الحلال والخمور إذا كان يبيع شيء حلال مع حرام تسمى شركة مختلطة لا يجوز الدخول فيها الخلافة الآن الفقهي الموجود لأنه يقول أنه إذا كانت شركة مضاربة أنت ما تتدخل إن كانت الآن الأصل دخولك في الشركة أو في الأسهم مضاربة فالمضاربة أنت كان يعني يقول لك في حالة المخالطة أنت ما تضمن أو يعني ما يكون عليك المسؤولية يكون على العامل يعني مثلا أنت الآن تشاركت مع نفس المهندس الأول الذي صنع الكراسي الذي تكلف بتصنيع الكراسي استخدم مثلا جلود غير مدبوغة محرمة أو يستخدم مثلا مواد غير طاهرة أو لا يجد استخدامهم أو دخل بقرض فائدة لا هو القرض الفائدة لأنك أنت لا تتموله أنت مؤمن أنك أنت الدفع أنت الفلوس فهل تأثم أنت أم هو الذي يأثم نصب أو كذب أو غش في العمل ما قام بالعمل إذا هو يأثم فكأنهم أخرجوا الدافع ليدفع الفلوس من الأصل لكن على العموة في مسألة الأسهم لأن التجارة لجرب التجارة من المصلحة لا تدخل ولا دينار ولا درهم ولا ريال ولا جزء ولو بسيط محرم في مالك ما السبب لأنه مثل ما ذكرنا معاملة الإسلام للمال أنه هذا ابتلاء أنت ستعيش غني أم فقير لأنه بالعكس أنت قد تدخل في تجارة تظنها خير فتنميها وتزودها السينوات عشر عشرين سنة حياتك كلها وأنت تنميها فيأتي في آخر حياتك ما فيها بركة فقد تصاب من الأمراض أنت أو من تحب أن تنقل لهم المال وقد يعني تدخل في بيوت ريبوية وهذه مما ذكرت في ناس يستخفوا في مسألة الربة وما كانوا محتاجين وعلى أساس فتاوى يجوز تملك مثلا بيت ريبوي لم يأتيه بركة في أبنائي إذا بهم يعني وهو حي يتضاربوا على البيت ينتظروا موت حتى بالعكس يتحكموا فيه هذه موجودة يعني معروفة شركات الطيران شركات الطيران يقدم لك وليس القص فيها بيع طام على الطيران فقالها تجدونه أنت تشترك فبقتهم بلق مالا تنزل بيع المال يعني أمور لو فيها 5 عشيك المية أرباح 5 عشيك المية لأنه لا تنقدر واللي ما يستطيع هو أنت استثني إذن الأصل 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 أن الشركات النقية يجوز الشركات المحرمة أو التي مختلطة لا يجوز إلا إن جاء شخص يستطيع أن يميز لا لا في تجارات في أسهم قد تكون أنت تدخل في شركة تقنية في الهند قد تستطيع أن تدخل في شركة في الصين لا تصنع إلا مثلا الأجهزة الإلكترونية ما لها علاقة في السياحة أو البيع أو التسويق المحرم هو كده نقول الشركات اللي مختلطة إيها أصلاح حلاب يعني شركة تقنية أصلاح حلاب يتوصل الراكم والمكان الغضل فيها إذن الشركة المختلطة اللي نخرج فيه أن المعاملة فيها محرمة إلا لو جاء الشخص نفس هذا الذي دفع للأسهم طبعين تش اللي يربي جبرك خلاص إنتما دام عرفت خلاص يعني شركة المختلطة أصلاح حلاب أصلاح حلاب نعم الفتوى أنها محرمة بكفل ما أنت عندك أشياء كثيرة ما في المختلط يعني كل الشركات للأسهم أول شاول كلها أبقى سبسين في المياه الشركات اللي نبقت للتعامل كلها تستدف وكلها تتعامل للريت مفيش شاكري أشان تتعامل للريت كل الشركات للأسهم السلوب هنا بالكاندي والبروكي والريت كلها نستدف أشان أقول الرشاد اللي هنستدف على ساعد أشان الصلح الصلح الفقهة رحمهم الله يدخلونه من أبواب المعاملات يذكرونه في المعاملات لماذا؟ لأنه قد سبحان الله يكون المتخاصمين على درجة من الإيمان أو حتى وإن كانوا غير مسلمين إلا أنهم لا يقبلوا مسألة مش الحكم الشرعي يكون الحكم الشرعي مش واضح أو مثلا دخلوا في تجارة لم يتفقوا عليها أو لا يوجد بينة أو لا يوجد ما يوضح حق كل شخص فهنا يعود لشيء يسمى الصلح يعود لشيء يسمى الصلح فالصلح لغة اسم بمعنى المصالحة والتصالح وضده أو خلافه المخاصمة والتخاصم إنه ما يقبل مخاصمك لا أقبل قولك لا أقبل ردة فعلك لا أقبل ما تفعله أما في الإصطلاح الذي يهمنا في فقه المعاملات هو عقد يعني حيكون عقد جديد مستقل بخلاف بعض الفقهة الذين يجعلونه من أصل العقد الأول نفسي يعني مثلاً يختلفوا في عقد البيع الأول فيجعلون الصلح تصحيح لماذا؟ للعقد الأول لكن الصحيح أنه الصلح عقد جديد عقد مستقل جديد يحصل به قطع النزاع يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين اثنين أو أكثر لكن الغالب يكون المتخاصمين مين؟ اثنين أنواع الصلح إما صلح بين المسلمين وغير المسلمين هذا موجود في الشريعة الإسلامية جاءت بالصلح بين المسلمين من يعتقدون بشهادة أن لا إله إلا الله وعند الحمد للرسول الله وبين غيرهم طبعاً كقاعدة من هو المسلم هو الذي يفعل الأركان الخمسة مع إيمانه التزامه كثرة صلاته تطوعه تقيده بالسنة هذه لا تنافي الإسلام يعني إذا جاني إنسان وإن يفعل الصغائر أو عاق بوالديه أو يعاقر الخمر أو لا يحلها فهذا لا يخرجه عن الإسلام من صلى إلى قبلتنا من شهد أن لا إله إلا الله وعند الحمد للرسول الله فهذا ما نحكم عليه إلا بالإسلام وإن كان لديه من المعاصي الجهار ثانيا الصلح بين أهل العدل وأهل البغي يعني هم مسلمين لكن طائفة باغية وطائفة عادلة الصلح بين الزوجين جاءت في النصوص الشرعية الصلح بين الزوجين لماذا؟ لأنه شراكة أقدر الرابع الصلح بين المتخاصمين سواء لمال أو بدون مال قد يكون النزاع على غير يعني مال كالنزاع مثلا على مصالح تختلف عن المال ما حكم الصلح كوني أتدخل في الصلح أو أطلب المتخاصمين أن يصطلح ما الحكم الحكم على الاستحباب إلا إذا كانت سيؤدي إلى قطيعة وعدم يعني مثلا قطيعة رحم أو عدم تكلم أو عدم السلام على بعض أو يقابله ولا يسلم عليه أو يكون فيه من العقوق أو قطيعة الرحم بين الإخوة أو عدم الإحسان في الجوار هذا محرم يجب في الصلح أما إذا كان فقط تجارة بين إثنين وما اتفقوا وكل واحد يقول أنت ظلمتني أنت خدعتني فخلاص تفركشت أو يعني انتهت التجارة بينكما إن ما استطعنا أن نصلح مش واجب مش لازم كل قضايا الشخصية أو التجارية لازم لها حم لا وليقوم من المصلحة التفويت يعني السكوت عنها فحكم الصلح يستحب الصلح بين الناس حتى إن كان لك جاه والله الناس يقبلوا كلامك شيخ محمد لعلمك لمالك لكبر سنك لكثرة ذريتك ما شاء الله كتب الله لك القبول جاهة فالمفروض تبذل زكاة الجاهة هذه بماذا من ضمنها العدل أو الصلح بين الناس من ضمنها الشفاعة يأتيك شاب مثلا أبو ضعيف يقول لك يا أخي تجي تساعدني أبا أخطب بنت فلان تجي معايا تساعدني شفاعة يعني تشفع لي أو أباشتغل ما في حدي بيشغلني تشفع لي أنت ما شاء الله مديل الشركة أقلش يعني دول لي في شركات أخرى فجاهك الذي أعطاك الله المنصب تبذله بالمساعدة الدليل على الاستحباب الاستحباب حكم شرعي ولا حكم شرعي حكم شرعي قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم النجوة المحادثة السر يعني مثلا كوني يا شيخ الشيخ شيخها أبتكلم معكم في موضوع كوني أجلس معكم وضيع وقت ساعة دقيقة دقيقتين في المحادثة قد يكون فيها إثم أكثر من الأجر كيف الإثم يعني تدخل آفات اللسان الغيبة النميمة الكذب الحلف الوعد فالله جل في علاه يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا استثناء للأكثرية من آمر بصداقة والله يا شيخ نجارنا لاحظ أنه مثلا بدأ يبيع أشياء في بيته أو شيء لعله عنده ظروف مادية فيش رأيك يعني نجمع له أو نحسن له أو تشوفه وتتأكده إذا كان من أهل الزكاة لا ننفق زكاتنا خارجا وإنما نجعلها له ليش لأنه أصلا بعض الفقرة يتعفف لا يتحدث بالذات قريبك فلذلك الله أمر صاحب المال أن يبحث فكيف هيعرف بالنجوة هي يأتي أسأل الجار والله كيف فلان فهذه النجوة جائزة هذه النجوة جائزة أيضا أو معروف ما المقصود بمعروف أي عمل بر كالنصيحة أجي لابن عاق يعني أجي اسمعه فأعطيه حقوق الوالدين وهكذا أو إصلاح بين الناس هذا هو أنه أجي مثلا شيخ عماد ترى في مشكلة بين فلان وفلان هذه النجوة التي بيني وبين الشخص في التحدث عن طرف آخر جائزة هنا من الذي يطلع على القلوب وعلى منيات هو الله سبحانه وتعالى فالنجوة جائزة في مسألة الإصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيمة هو الذي فرض النجوة الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الأجر لمن أخلص النيا لله أيضا قال الله المسلمين وغيرهم من غير المسلمين كما سأتينا في الحديث هو الصلح بين المسلمين لكن تعرف أن هذا ظالم وهذا مظلوم فأنت تصلح بينهم وأن تعرف أنه بينهما يعني واحد ظالم الثاني سأتينا التوضيح في الحديث ستأتينا اللحظة ومنه قول الله تعالى فاتقوا الله وأصلح ذات بينكم يعني لما يكون في خصومة فرقت أصبحت بينون بين يعني بين طرفين إلا الأصل أخوة الإتلاف فكون الآن ما في أخوة أصبح في فجوة الفجوة هذه سببها ماذا قد يكون اختلاف في الرأي وهذه الإشكال المفروض إحنا لا رأى كل ما زاد الله فضلا وعقلا نعرف أن العقل يقرب ولا يفرق يعني الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية مثلا بيني وبينك اختلاف أنت تحب اللون الأبيض وأنا أحب اللون الأسود وأثبتت لك أن اللون الأسود أقوى وهو من قوتي أنه موجود في كل عين وأنه موجود في الليل ولا يمكن أن يأتي النهار إلا بعد الليل فإذا فإذا بك أنت تؤكد أن الأبيض أفضل فهو الذي يأتي لكبير السن وهو في الدعاء نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأنا أقول لك لا الأسود هو الأقوى وهو الأطغى طيب وبعدين ما في مشكلة يعني عقولنا لابد أن تتسع اختلاف الآراء يعني نتقبل اختلاف الآراء وعن أبي هريرة رضي الله عنه سأرض عليك هاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قصصا كثيرة في الصلح قد توحي إليك أن مجتمع الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مرت عليهم حوادث وأشياء لا تجعلهم ملائكة لا ترفعهم أنت تظن أنهم ملائكة بل النبي عليه الصلاة والسلام يرحمكم الله تان معهم وأصلح بينهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل سلام كل مفصل يعطيك الله إياه في جسدك عليه حق الشكر لابد أن تقدم له صدقة من الصدقات كل سلام من الناس عليه صدقة يعني كما جعلك الله قادرا على الحركة والنطق والشيل والوضع فواجب عليك الشكر وأداء نعمة الله سبحانه وتعالى وكل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة يعني الإصلاح بين الناس من الأمور التي حث عليها الشرع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى للصلح بين الناس يعني تستطيع أن تقول هل هذه من أعمال الرسالة أنه يصلح بين الناس لا وإنما من أعمال القيادة رسالته عليه الصلاة والسلام تعطيه الأوامر والنواهي كون تأتي في قصة من القصص أنه ينزل قرآن كما سيأتينا الآن في الحادثة التي ستأتي تشريعها مختلف ليست عموما يعني ليست للحادثة بنفسها قد تأتي عموما فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا أهل قباء يعني كأنه كانت منطقة بجوار المدينة الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما قدم إلى المدينة استقبله أهل قباء فظل في معهم وأكرموه وضايفوه وفكر بإنشاء المسجد والمنافقين بنوا له مسجدا له مسجد الضرار وكان يريد أن يعني يكون هو مسجده عليه الصلاة والسلام إلا أن الله بيّن له أن هذا المسجد لم يؤسس على التقوى يعني على المخافة من الله وهذا ما يعلمه إلا الله يعني حتى الرسول ما كان ذلك يعني بيروح يصلي فيه ويجعل مسجده وقبلة أهل المدينة أنهم يجتمعوا فيه ويتداولوا مثلا أمور الرسالة وأمور الدولة وهكذا إلا أنه انتقل بعد ذلك إلى المسجد اللي هو الموجود ففيه فجوة بينهم يعني منطقتين بينهما فجوة فوصله أن قوما في أهل أو أن أهل قباء اقتتلوا ساعلوا خاصموا اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة يعني دخل فيها السلاح الآن وقد يقصد بالحجار الإيلام والإيذا والجرح يعني وصل الأمر إلى شدته فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إذن هو لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه يعني هو الآن موجود في المدينة لا يعلم الغيب الموجود في قوبا يعني هذه القصة سيرة النبي عليه وسلم توضح لنا أمور كثيرة فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم كان طريقة العرب أنه الفرد المجموعة أقوى جاه لكن الآن قد يكون العكس يعني علشان مثلا أدخل أصلح بين زوجه وزوجته أو بين أخوين قد يكون فيما مضى لا أجيب خمسة ستة عشر من عشيرتي عشان يصلح هو من علية القوم عمدة وشيخ ومدرس وإمام المسجد ومدير المدرسة بحيث أنه يستحي كذا يعني يستحي مننا حتى لما ندخل عليه مع عليش أخوك من لك فترة ما تكلموا على حسن انتهى يعني جاهت هنا قد تكون فقهنا الآن لا فقهنا ممكن يزعل بالعكس يقولك أنت تشهر فيها أنت قليت الناس كلهم يدرون وجات السيارات وقفت هنا وطلعته وبيتي ضيق وحرجتني يعني كيف ضايفه لأنه غالبا المصلحين يفرضوا أنفسهم ولا لا يفرضوا أنفسهم لأنه قد يقولوا لو إحنا جيينك فيعرفوا عشان الموضوع الصلح ما يقبلهم يقول لا لا تجو يبقوا يترصدوه يقابلوا في مسجل يقابلوا في دكان يقابلوا في الطريق يوقفوا يحرجوه علشان يحاولوا للبحث عن يعني ما يصلح الأمور يذهبوا بنا نصلح بينهم طيب الحديث هذا في البخاري حجتنا على ماذا على أن النبي عليه السلام كان يتسابق إلى الصلح يعني فور سماعه أنه يوجد قصومة يتسابق وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أناس من بني عمر ابن عوف كان بينهم شيء فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم فحضرت الصلاة هذه جانبية لكن فقها لا بد أن تتعلمها فحضرت الصلاة جاء وقت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال بلال هو المعذن فأذن بلال بالصلاة ليش لأن الوقت دخل ما عندي شكالي هو انتظر أن الرسول يأمره طيب الرسول ليش موجود والوقت دخل فمن فقه أذن إذن الأذن لا يشترط له إذن الولي إلا إن أمره إلا إن استثنى يعني لو جاء الإمام مثلا قال للناس لا تصلوا أنا إمامكم إمام الجامع الرسمي الذي كل الناس في المنطقة يعرفون أني أنا الإمام فأنا أقول لكم مثلا لا تؤذن حتى أخبركم أو أجي أو أكلمكم أو لا تتقدم الصلاة إلا أنا أتي يجوز له هذا ولا لا يجوز له طيب وأنت إذا تبقى تصلي وتمشي تصلي في غير محرابه مثل في وقتنا الحاضر لا تستخدميش مكريفونات المسجد قد تصلي بالجوار طيب من فقه الإمامة إذا صليت في الجوار وأردت أن تخرج ما تخرج مجموعة أو تخرج من الباب الرئيسي تخرج متخفيا ليش عشان ما يظنوك الناس الذين يعني يأتون يشوفوك خارج أنه إما الصلاة انتهت أو هناك فتنة ما الفتنة أنه والله يشوفه فلان يعني جماعة مختلفة أو لا يرى بإمامة إمامكم أو يفسقه أو هكذا الواحد يبتعد عن الشبهات طيب فأذن بلال ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى أبي بكر يعني جاء وقت الصلاة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس يعني تأخر ما موجود إيش نسوي وقد حضرت الصلاة يعني جاء وقتها خلاص يعني لليقامة والناس موجودين فهلك أنت أم الناس يعني تصلي بالناس فقال نعم إن شئت يعني إذا تبوها أو أصلي بكم وهذا دليل أيها أحبة أن أصى الصحابة كانوا يعلموا مكانة أبا بكر عند محمد صلى الله عليه وسلم أو قدره في العلم أو قدره في الجاه فلذلك أتوا إليه كون الرسول ما جاء إذ أنت تأم بنا وهذا الذي يناقض أدلة كثير من الذين يقولوا لا ولاية أو لا خلافة لأبي بكر لأنه ما جمعهم ما جمع مثلا بيت لعقد من الذي تكون له الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو لأنهم ما كانوا موجودين يعني يقولوا علي ما كان موجود وقت ما رشح نفسه أو صار خليفة علي ما كان موجود فلو كان موجود كان الناس أخذوه هو خليفة فهو يعني منتظر على العموم فقال نعم إنشيت فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر الصديق وصلي بالناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول ناحية مين أبو بكر فأخذ الناس بالتصفيح يعني يضربون أيديهم حتى أكثروا كثروا الأصوات هذا المكان واحد اثنين ثلاثة ثلاثة يعني مجموعة كبيرة وكان أبو بكر لا يكادوا يلتفتوا في الصلاة لديهم من الخشوع في الصلاة أنه ما يهتم ما يشير فأصنا مع ربي في لقائم مع ربي فالتفت لمن شاف الأمور زائدة يعني التفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه فأشار إليه بيده يعني الرسول السلام كان يقول له يشكمل الصلاة فأمره أن يصلي كما هو يعني خليك المحامد لله سبحانه وتعالى ثم رجع القهقر لم يعطي ظهره للقبلة أنه لو أعطى ظهره للقبلة فسدت ليش فسدت الصلاة لأنه من شروط الصلاة استقبال القبلة ويستثنى من ذلك صلاة إيش النافلة في السفر إذا أنت في النافلة تبتصلي الضحى أو تبتقوم الليل في الطائرة يجوز لكن تكبيرة الإحرام تكون باتجاه ماذا؟ القبلة وبعد ذلك مثل ما تتحرك الطائرة يعني أنت مثلا حتى في السيارة مثلا بس كبر تكبيرة في الإحرام للهذا ويجعلها متسلسلة يعني يجعل مثلا قيام الليل 11 ركعة يجعله بسلام واحد حيث أنك يعني تخلص حتى وين تحركت السيارة يمنة ويسرة لا مانع ثم رجع القهقر وراءه حتى دخل في الصف وتقدم النبي عليه السلام عشان يكمل الصلاة فصلى بالناس فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس أي بوجهه وهذه من السنن التي وجدت أنه كثير من الناس هنا ما يعتموا بها أو ما يفعلوها ما هي؟ أنه بعد الصلاة تتجه فتقابل الناس واجبة ما هي واجبة إذا فعلها لتنقص من صلاته لا لكن السنة أنه بعد الصلاة يستدير الإمام فيعطي ظهره للقبلة ووجهه قبالة الناس أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إذا نابكم شيء هذه من الشريعة ما يترك شيء في الشريعة إلا يبينه عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح ليش؟ إنما التصفيح للنساء يعني هذا الصوت ليضرب اليدين أو شيء يكون للنساء على ساس ما تخرج صوتها هل صوت المرأة عوره؟ لا هل صوت المرأة محرم؟ لا إيش المحرم؟ التغنج تلحين الصوت التدلع نتأتيك بأصوات مثلا تثير الشهوات أو من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت طيب في الصلاة قال سبحان الله والإمام ما فهم أو ما تعرف أو ما تذكر هل يجوز له أن يتكلم؟ مثلا الإمام وقف في صلاة الفجر فالمفروض بعد تكبيرة الإحرام أن يقرأ سورة الفاتحة فنسي فقرأ سورة قل والله أحد مثلا أو يعني والطور بدأ في سورة قالوا له الناس سبحان الله سبحان الله ما تنبه هل يجوز لأحدهم يقرأ الفاتحة؟ يجوز نعم يجوز ولا تبطل صلاتهم لكن لا يكثر طيب إذا صمم ما يريد أن يقرأ تتركه لأنه قد يقرأها سراً هنا ترجع إلى حسن ما نتطور في هذا ترجع إلى فقه الإمام هل هو فقيه؟ فخلاص إذا ذكرت إقرأ الفاتحة وما يريد أن يقرأها يتركه خاص هو عارف ما يش يسوي فيه شي عارفه أو إذا شاف الركعة التغت حيعيد ركعة وإذا هو رأى أن الركعة ما التغت هو الذي يتحمل الإمام مضامن لكن أنا إذا قدمت إنسان ما ما هو فقيه ولا يعرف إنسان عادي ولا أخبط في الصلاة لا شوف فيه فرق فيه فرق طيب فإنه لا يسمعه واحد إلا التفت يا أبا بكر ما منعك حين أشرت إليك ليش أنت ما صليت طيب أنت الآن هنا ما تستفيد أن أبا بكر خالف النبي عليه الصلاة هاي قد يأتي إنسان يقول لك شوف خالفه الرسول يقول له تقدم وصلي وهما يبقى قل يجي ولكن من فقه أبي بكره الرسول يقول له ما منعك حين أشرت إليك لم تصلي بالناس فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابني أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا في دليل في شريعة هو هو كان أبو بكر يعرف لا ثقه ذكر له هذا الشيء والرسول أقره ما في تكمل أنه يقول له لا إذا جيد وأنت تصلي بالناس فأكمل الصلاة ما قال له فاستفيد من ذلك أنه قد يفعل هذا الشيء أيضا في صلاتنا في الإمامة يعني مثلا إحنا عارفين أنه إمام المسجد محمد انتظرنا انتظرنا ما جاء فقلنا للشيخ هاب تقدم فتقدم وهو يصلي بالناس جاء محمد ومصمم محمد أنه إيش يصلي بالناس جاء كده من الأمام وواغف يعني بيصلي بالناس يرجع هاب ما يزال لكن لو جاء مثلا أسامة أو علي وإيهاب ما يبقى يرجع من حقه أنه ما يرجع مدام أنتم قدمتموني وهذا مو الإمام الرسمي أو الإمام الجامع اللي أنتم منتفقين عليه إيش يعني عشان وذا حتى وإن كان أقرأ المفروض تقدمونه من أول لكن ما دام أنا تقدمت ما تردوني مدى هذا الصلاة وهذا هو كان يصل نعم طيب ما استفدتم كمان فائدة أبو بكر هل تقدم فورا أم بعد ما طلبوا منهم فتعلموا يا مشايخ من آداب العالم أنه لا يفرح بعلمه وجاهه بين الناس فيأتي في مزل يريد أن يتقدم يجري على المحراب والمنبر يتواضع ويجلس إلا إذا كانوا ما يعرفوا وهو أحسنهم يعني صلاتهم ما هي صحيحة إلا إذا كانت حتى صلاتهم صحيحة بالفاتحة وبآيات من القرآن خلال ستتقدم تركهم أنه يأتيك واحد يعني يقول لك أخي ما يحسن القراءة الإحسان لكنه سيؤدي الصلاة ولو بالواجب فلا تتدخل أنك تعرف أفضل منهم طيب وعن أنسي رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا الآن هنا دخل في موضوع جديد وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من رسالته أنه يدعو للإسلام فأول ما جاء المدينة كان هناك في طوائف من اليهود وغير المسلمين أو ممن يعني انخرط في الإسلام وهو ليس بمسلم فكان في بداية الأمر الرسول يدعوهم فأنس يعني كأنه يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا عبد الله بن أبي ابن أبي سلول يعني لو أنك تدعوه يا محمد يا رسول الله نجي معك ليش رأيك عن أنه عندك وقت وهذا ما في شيء الطالب يذكر شيخه الابن يذكر والده بالأشياء الفاضلة يا ابو يا شرائك ما زرنا عمي ما قابلنا جارنا مريض ما زرنا ما في شيء ليس من العقوق طيب وقال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت في بداية الأمر عبد الله بن أبي فانطلق إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهنا مش شرط أن هذا يعني ذكر الصحابي قال له هل لا يعني نذهب إلى أبي فانطلق لا هو أنس يحكي القصة يحكي الحادثة قد تكون في نفس اليوم قد تكون بعد الظهر يعني ذكر في الصباح فانطلق بعد الظهر فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعت في الروايات أنه كان على حمار وبقية الصحابة معه يعني يمشون يمشون فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة كأن أرض ما هي نظيفة أو ما هي طيبة يعني من الأراضي المتسخة التي فيها ما تنبو تشجر يعني فلما أتاه النبي عليه السلام بعد ما مر بهذه الأراضي فقال إليك عني هذا عبد الله بن عبي يعني يقول له إليك عني ابتعد عني طيب والله لقد آذاني نتنو حمارك هو الآن يقول لمين لمحمد صلى الله عليه وسلم يقول له يعني الحمار في ليحة مش طيبة فابتعد هنا الرسول هل غضب هل زعيل هل شيء أبدا وهذه من المميزات تعلمها أن النبي عليه السلام لم يغضب لشيء إلا في حدود الله لنفسه لم يغضب يعني ما جاء يوم زعلان أنه أحد أخذ عليه شيء حتى أنس لما كان يعمل معه يقول ما قد جاء يوم يأمرني أني يسوي شيء تاركني في البيت هكذا وهو خادم النبي عليه السلام يعني لبثت معه كذا السنة لم يأتني يوم يقول لي لما فعلت هذا أو شيء تركته لما لم تفعله يعني تاركني تصور ما يتأمر علي موزي الآن واحد عنده أجير أو شيء يلا نشيل هذا حط هذا طبعا لما كلمتك أمس تقفل أنا ما كلمتك تشيل أنا كم مرة أزكن عليك كم مرة أنت ما تفهم الرسول والسلام تاركن الخدم يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء وبيتك شوفوا الفرق هنا ما تكلم النبي عليه السلام لكن من الذي تكلم الصحابة فبدأ ويش يرد على عبد الله وبدأ أنصار عبد الله يرد على الصحابة اللي كانوا مع النبي عليه السلام فقال رجل من الأنصار منهم والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب يحمنك فغضب لعبد الله بن أبي من قومهم وفي قومه أناس فبدأوا يردوا على هذا الصحابة فتشاتموا في بعض الروايات أنه هذا عبد الله بن رواحة الصحابة عبد الله بن رواحة اللي دافعنا حمار النبي عليه الصلاة والسلام قالوا فتشاتموا صوروا الرسول السلام موجود وسطهم وهم يتشاتموا وبدأوا يعني يتباذلوا الشتيمة بالفم فغضب لكل واحد منهم أصحابه يعني كل واحد الآن بدأ إيش مو زعلانين عشان الحمار لا زعلان ليس ببيت وهذا زعلان ليش انت رديت عليه وانت محترم تبوهم وأقول ليش وهو الرسول واقف معهم زينتم أول الشركة المخالطة طيب فتشاتموا فغضب لكل واحد منهم أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد وصلت الآن المضاربة إيش هو الجريد حق النخل الذي ما في إيش مثل الصوت الآن مثل باكورف بدأوا يضاربوا مع بعض والأياد والنعال يعني شوفوا البخاري عمّة ما نكذب هذا والرسول موجود في بداية العاية الإسلام طبعا في روايات في الصحيحين أيضا لكن مو في نص هذه أن الرسول الإسلام يعني تكملتها في رواية في الصحيحين فلم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يخفضهم حتى سكتوا يعني يهدو ما قصدوا كذا لا ترد يعني بدل ما كان هذا هو الصلح يعني بدأ يصلح بينهم في نفس الحاضرة حتى هدأوا حتى توقفوا وهنا أيضا أيها الأحبة تعرفون النبي كيف تعب في الدعوة مش كل واحد هيقبلك بالقبول يعني فينس هم رافضين ومعاندين فبلغنا أنها نزلت من اللي يقول الكلام هذا أنس أن هناك آيات نزلت في هذه القصة يقول الله تعالى وإن طائفتان من من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما انتهت الحديث واضح يا شيخ أو لمواضح طيب فيه اشكالية كبيرة هذه الطائفتان مؤمنين وغير مسلمين اللي هم المنافقين وسماهم الله مؤمنين فإحنا لنا بالظاهر لنا بالظاهر هذه خدوها قواعد يا مشاه في التعامل إذا إنسان عمامي يصلي أعيد لكمي يصلي لقبلة المسلمين يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ما أتدخم لا أجي أتهم بالنفاق ولا بالكذب يا أخي وما جاء يخطب بنتي ولا أختي ولا هو شرطة عاما معه ما هو عاجبني أو ما أثق فيه خلص أما أني أطلع عليه إشاعات أو أتكلم عليه لا الأمم الفقهة ردوا على الآية هذه عدة ردود من ضمنها أنه كان هناك مسلمين في قوم عبد الله بن أبي أو مؤمنين يعني في قوم عبد الله فجاء اللفظ بالذين اختصموا أنه مؤمنين مع مؤمنين ما شاء الله هي نعم هي الصلح نعم طيب أركان الصلح كفقه مدام أنت تقول أنه الصلح حق جديد إذن له أركان أنتم عارفين إش مسألة الأركان مهمة جدا لطالب الفقه أنه يعرف أنه هذه أركان إذا إختلت الأركان إذا لا تدخلي صلح الصيغة وهي الإيجاب والقبول قبلت وافقت متفق على كذا والثاني يقبل العاقدان اللي هم المتخاصمين كنوا موجودين لأنه لو ما في متخاصمين لو جاني واحد الآن من أصحاب الخصام وقل لي يا شيخ قيد لي أنا أبا تصالح مع خصمي تتصالح عليش فين هو لازم يكون موجود لازم يعني يقبل ويرضع وكذا أيضا المحل اللي هو الصلح عليه تتصالح عليش ما تمشيني كذا لازم أفهم أنتم عايش متصالحين على إرث على أي تجارة وانتم ممكن بينكم تجارة كبيرة لما أدري قد يأتيك يعني يلموا لك الموضوع زوجين متخاصمين الرجال أو الحرم يبيضحك عليك يقول لك تعالي يا شيخ والثقلي أننا نتصالح نتصالحت عليك ولو كنت تبقى تصالح وخلاص خلوها فيما بينكم ليش تدخلوا الأوراق والشهود وكذا طيب الآن هنأخذ سلسلة أحكام في الصلح سلسلة أحكام في الصلح عندنا أولا يجب إخلاص النية لمن أراد الإصلاح بين الناس معني ابتلاه الله في الإصلاح بين الناس يجب عليه إخلاص النية ليش لماذا ليش أخلص النية إشتخل بإطبار إن شاء الله يجبنا ممكن ما يعني لأنها إصلاح عبادة تعالي عشان تمشي بقواعد شرعية الإصلاح عبادة مش على كيفك أنت مش هي عادة مش هي عرف صح العرب كان عندهم تعالي يا شيخ إصلاح بيننا ونروح عند شيخ القبيلة أو العمد يصلح بيننا لكن في شريعتنا هي عبادة نتعبد الله يعني المصلح المفروض يعرف أنه ما في مصالح مش أنا سأروح أصلح بينهم عشان يطلع لي فائدة هذا حكم حاكم في فرق أما المصلح يعرف أنه ما يستفيد ولا شيء هذا لا يمنع أن المصلح يدخل ويأخذ فائدة لكن على قدر أخذي للفائدة الدنيوية حيق الأجر ثانيا يجب على المتخاصمين قبول حكم المصلح بشرط أن يطلب منه هما الحكم يعني مثلا أنا دخلت وجدت واحد واثنين بينهم وخصوما فقلت خليني أصلح بينهم وبدأت تقول رقم واحد لك الألف وانت اثنين خلقت ما لك شيء هل يجب أن يقبلوا كلامي لا مثال ثاني إذا جيت أنا فإذا برقم واحد واثنين يقولوا يا شيخ أنت ما شاء الله سمعنا أنك عندك حكم شرعي نريدك أن تصلح بيننا وكلانا موافق رقم واحد موافق ورقم اثنين موافق سمعت منهم الكلام أنا ما نقاضي الآن أنا قاضي ما نقاضي ما هو حكم صلح سمعت منهم الكلام فقضيت أو حكمت أن واحد لك الألف ورقم اثنين انت ما لك شيء هنا يجب عليهم ما يش التنفيذ وأظن ذكرت لكم في هذا المجلس أو في غيري أن وجدت في بعض البلاد يجعلوا عدل شيء سموه عدل أو من العرث فإذا جاني رقم واحد واثنين يريد أن يجعلاني مصلحا ألزم رقم واحد بدفع مبلغ هو رقم اثنين بدفع مبلغ لماذا ليس أجرى تأديبا يعني مثلا قد ألزمه بخمسمائة خمسمائة فإذا ما نطقت الحكم وما تقيت به ترى راحت عليكم الخمسمائة يعني ممكن أدفعها ليش المقابل الصلح أو قد أخذ هنا ليش من باب الإلتزام هذا ليس ممنوع هذا موجود في بعض القبائل الصلح ليس مربوط بشريعة الصلح على ما يصطلح عليه الناس إلا الآن سيأتينا إذا خالف الشريعة طيب ما الحكم ما الدليل يجب على المتخاصمين قبول حكم المصلح بشرط أنهم هم اللي يطلبوا منه الحكم أما إذا ما طلبوا منه الحكم وهو تدخل وأصلح بينهم وما قبلوا الكلام ما قبلوا وقد هذه تقع معلش مشايخ في مسأة الزوجين هذه وجدتها وللأسف يعني مثل يأتي الزوج والزوجة بينهما خصومة خصومة كبيرة قد تصل للطلاق فيدخلاني شخص متخصص محامي وليشي لكن لا يتفقوا أنه هو حكم وإنما بس يسمع منه شوف جرب ويكون الحدف أنه زيادة نار الفتنة بينهم نعم لأنه لما تسمع قد ما تقبل الزوجة المرأة مثلا لو فرضنا أنه مثلا فعل لها شيء أخذ ماله وما رده وهي إلا تريد المال أو الانفصال طيب إيش تأخذ أنت خسرانا مرة ليش تخسري مرتين خسرانا الفلوس ليش كمان تخسري أسرتك يعني خلي افصلي بين هذه أعتبره شخص غريب يعني خاص ما كبرت الدنيا أو وقعت الميم حاول تصلح ما أصلح فإذا بالمحام أو بالشي يعني يرميل يقول لها طيب أنت ما دام أخذ أخذ مالك ما رده يجوز أنت تأخذي مالك كيف أخذ مالك شوف يش عنده قلت عنده والله دفتر الشيكات خلاص وقلت عنده فلوس كاش الدرج أصحى أخذها وجينا بعد يومين سارة المشكلة ثلاثة هي تقول دفع الفلوس وما ردع وهو يقول هي سرقتني شاءة الفلوس كانت عندي مو أنت السبب أنت اللي وردت ومعني بدل ما جيت تصلحها خربتها طيب فعن عروتاء ابن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاص ما رجلا من الأنصار قد شهد بدرا لاحظوا قد شهد بدرا إذا هو من صحابي ومغفور له هذا البدر ليس مغفور لهم إلا لا فالزبير من العوام قريب للنبي والسلام والأنصار هذا من شهداء بدر في شراج من الحرة منطقة الحرة في المدينة في شراج اللي هي ما أعلم أهل المنصرة أو العراق اللي يكون الماء مثلا يأتي على المزرعة على البستان فهذا يأخذ منها ماء إلى أن ينتهي ثم يسوقها إلى المزرعة أو البستان الذي يليه طيب فتشاجروا وهم ما كان بينهم مشكلة كان الزبير يأخذ الماء ثم يقفل الماء ويجريه إلى جاره لكن جاره بعد فترة ما عجبوا الكلام يمكن يشوف الماء قليلة أو تتأخر أو يباهى هو الأول يعني الصباح الباكر المهم اختلفوا فتقاضي إلى النبي عليه الصلاة في شراج من الحر كان يسقيان به كلاهما فقال فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير أنت اسقي يا زبير ثم ارسل لجارك شوفوا انتبهوا للكلام المشارك الآن هل أن يقول لهم اسقي يا زبير فإذا انتهت ارسل إلى جارك فغضب الأنصار فقال يا رسول الله أن كان ابن عمك يعني عشان قريبك هو وهو من شهداء بدر وهو من شهداء بدر فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهنا منتصر لنفسه يطبق الشريعة فتلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال اسقي يا زبير انت اسقي يا زبير ثم احبس الماء إلى أن يصل إلى معين إلى منطقة معينة في الجدر هذا حقك ثم سقه إلى آخر ايش الفرق الآن أنا كدراسة فقهية أن الأول كان صلحا لكن هو لما انطالبني وعاتب النبي عليه الصلاة والسلام إذن أنت تريد الحق خلاص أنا أعطيك الحق خلاص اسقي أنت يا زبير إلى أن تصل إلى المكان الفلان هذا عرف ثم سقه إلى لجارك ما ضريته خلاص أنت فت حقك طيب ما الذي يعيد كلامي فقال النبي عليه الصلاة اسقي يا زبير ثم ارسل إلى جارك فغضب الأنصار فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه النبي عليه الصلاة ثم قال اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير يعني كأنه عطى حق أول ما ظلمه أول يعني كأنه من باب الصلح خلاص أنت تسقي وجارك يسقي هو أبدأ أنت لكن مدام أنت حط طالبني بالحق حدك حقك طالع أو نازل حدك حقك وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له سعة له وللصحابي يعني كلكم هتسقل فأنت أبدأ ثم هو لكن مدام تبع العق فلما أحفظ الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ يعني أغضب لا ترفع حفيظته يعني لا تزيد غضبه يعني خلاص أحفظ النبي الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوعى للزبير حقه في صريح الحكم مدام تطبع حكم شوفوا يا مشاكل الفرق الصلح قد يأتي فيه تنازلات أجي عليك مو أظلمك أجي عليك يعني مثلا قد يكون لك الحق ألف فمن باب الصلح نجعلها تسعمية ثمانمية مش شيئش خلاص من باب الصلح لكن إذا أنت في مجلس قضاء تريد حكما لا يجوز للمصلح أنه أن ينزل مش على كيفه مش هنا صلح طيب فقال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك ويقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الحكم الثالث يجب نقض وإلغاء الصلح إن كان على باطل يعني إذا وصل لك صلح يعني مثلا رجل طلق زوجته لا خلينا من النساء لن ندرسنا في المعاملات لو جاءك مثلا شخصان متخاصمان على ألف وقال لك أنه مثلا اتفقنا أو أحد حكم بيننا مثلا خلاص الألف يرجع لي ألف ومئة مسربة طيب إحنا متفقين لا لا ما فيه طيب أصلح فينا فلان لا ما يقبل تلغيه يجوز لك أن تلغي الصلح الأول يعني مش أنا قلت لكم أنها تعتبر عقد حتى وإن كان عقدا لكن تلغيه فيجب نقض وإلغاء الصلح إن كان على باطل فعن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني قال جاء عربي فقال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله فقام خصمهم فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله يعني كلهم الآن متفقين نريد القضاء بكتاب الله لاحظوا هذول صحابة يعني التجرب في الكلام وقتل خصوم يكون واحد زعلان فالمفروض كريم الخلق إذا دخلت في الخصومة لازم تتحمل لازم تتحمل قد يأتيك يعني مثلا شتيمة مش مباشرة لكن أو رفع الصوت فأنت تهدي الأمور ما حتجي تضاربهم لا أنت تهدي طيب فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله فقال العربي إن ابني كان عسيفا على هذا هذه أيضا قصة العربي الألف رقم واحد وعربي رقم اثنين ولاحظوا الصحابة هنا يهمنا أن نعرف العربي من هو ويش اسمه ويش اسم ولده لا يهمنا لا يهمنا الحكم فالف يقول يا رسول الله إن ابني اللي هو ابن ألف كان عسيفا خادما عند بيت باء إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته يعني أتها بالعذب الله بالزنان فقالوا لي يعني قالوا لرقم ألف على ابنك الرجم ففديت ابني ليش على ابني الرجم الحد الشرعي في الزنى إن كان محصن الرجم ففديت ابني فأنا يعني جيت اتفقت معه قلت له انتش تستفيد ترجم ففديت ابني يعني دفعت فدية أو كذا ففديت ابني بمئة من الغنم ووليدة خادمة أما أشتريها وأضعها عندك بديل ليش بدل ما انت انت ورط نفسك ليش تجيب عبد رجال أو شاب أو شي فتي فخلاص أنا عالج المشكلة أدفع لك مئة من الغنم ووليدة أما تخدمك ثم سألت أهل العلم منهم أهل العلمين الصحابة إذن يجوز أن الصحابي قد يفتي مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام لكن مش في حضراته من الأدب في العلم أنك ما تفتي يعني تجيب وهناك من هو على ممين بالعكس تسكت وتجعله هو الذي يجيب شفتوا الآداب هذه في القصص يعني توحي لك بأمور كثيرة فقالوا إنما على ابنك جلد مئة إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام تغريب عام أي إخراجه من المكان اللي هو موجود فيه اللي هو في بعض البلاد يسموه ترحيل أو يخرجه من المنطقة اللي هو فيها لماذا؟ لعلاقة المحبة أنه بينهم الآن يعني صار شيء وكمان حتى هذا أولياؤه أخو المرأة أو أبوها كيف يشوف الذي زنى أو زوجها كيف يشوف الرجل هذا فكوني فورا أن فيه أو أغربه سنة يعني تحدث أمور قد تتزوج البنت قد يعني هو يروح يتزوج هذا الزاني وهكذا في أمور كثيرة ماذا الآن قالوا؟ فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله ماذا منتم الآن؟ هذا الصلح الآن أم لا قضاء؟ قضاء هذا الآن قضاء أما الوليدة والغنم فردا عليك خذها ما في شيء تأخذ ليش تأخذ ما في شيء أنك تعطيه عشان تفديه هذا لا يوجد في الشريحة في حد يقام الحد وعلى ابنك جلد مئة قلت صغير علي جلد مئة مو محصن وتغريب عام وأما أنت يا أونيس وأما أنت يا أونيس لرجل فاغدوا على إمرأة هذا يعني كان الرسول عليه وسلم طلب من أنس أبو أونيس أن يغدوا على إمرأة هذا فارجمها يعني أنتم كلكم ما اهتميتوا في مساتيش المرأة اللي ثبت عليها الزين وهي محصنة هي زوجة السيد أو زوجة الرقمباء فغدا عليها أونيس فرجمها وهذا في دليل على إقامة الحد أنا تفاجأت أنه في بعض الناس يعني من أهل العلم أو من من ينسب لهم العلم ينفو الحدود يقولوا لا يوجد حدود كيف ما في حدود حدود موجودة بالكتاب والسنة أو على العلم السنة توضحه طيب أربع أربع رابعا يستحب المبادرة للإصلاح بين المتخاصمين قدر الله عرفت أنه في متخاصمين أبادر للمصالحة بينهم ما أؤخر بأسرع وقت لماذا فالتأخر فيه مضر هذا معلوم يعني معلوم بالعقل وسبيل لنزغ الشيطان كل مرة كل ما تتطور الأمور وتزيد الشحناء ومدخل أيضا للنميمة والفتنة وقيل وقال وإنت ممكن أنت ما عندك إشكالية لكن يقابلك ما شاء الله في ناس طيبين يحب الخير فيجي يقول لك والله سمعت ليش سوالك كذا هو ترى ما سكت عنك لم عبيلك ترى أنت بس طيب ومدخل للنميمة والفتنة وكثة المشاكل ليش تسكتيلوا أنت لا 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 طيب خامسا لا يجوز الصلح إذا تبين للحاكم أن الحق مع أحد الخصمين جاء ورطوك يا شيخنا عمار عمار أبو عمار جاء ورطوك اثنين قالوا لك ألف وباء قالوا لك اصلح بيننا سمعت من ألف سمعت من باء تبين لك لا هذا مو صلح تبين لك أن الحق مع ألف لازم الفلوس الألف هذه ترجع له هل تصلح لا تبين الحق قالوا لك ما أنتم ما دام جعلتموني حكما الآن أنتم مو صلح ما في شبهة الحق ترى لألف خلاص يا باء اعطيلوا الألف الحق شرع لا الحق واضح الحق هنا واضح أنه في حق في اتفاق هو الصلح يعطي ما في اتفاق في شبهة وهكذا طيب ستة لا يجوز الصلح في المحرمات ما في شيء يسمي الصلح في المحرمات يعني يجي واحد يقول لك والله أنا اصطلحت مع البنت هذه أنه تشربني خمر بألف والله وهي راضية والله ما ما يزعلنا راضية لا يجوز طيب لا يجوز الصلح في المحرمات فعن عائشة رضي الله عنها أنها أتتها بريرة امرأة تسألها في كتابها كانت ولا ساعديني كيش ساعدك بريرة قالت يعني مثلا أنا الذين يعني هي أما فتسألها أن تدفع لها وتساعدها في مسألة المكاتبة ما المقصود بالمكاتبة بريرة اتفقت مع أسيادها مع من يملكوها على أن تعطيهم مبلغ مثلا 10 ألاف مقابل حريتها متى العشر ألاف بالتقسيط مثلا كل ما عندها تعطي ألف تعطي خمسمية تعطي ألف فجاءت إلى من إلى عائشة ساعديني ساعدين نكمل العشر ألاف مثلا ونعطيها المين لأهلي لأسياد حتى أعتق فقالت إن شئتي أعطيت أهلك هنا عائشة ترد تقول إن شئتي إذا تبي شوف كله بالاختيار أنا حكملك العشر ألاف أنا حتفعلك العشر ألاف ويكون الولاء لي لو تذكروا الولاء في أسباب الإرث يعني بحيث أنه النعمة التي أنعم بها عليك الآن العشر ألاف وأعتقيك أنت حرة ما حقدر تشرط عليك أنك تشتغلي عندي لو اشتغلت عندي حيكون بيش وأجرى مثلا لكن لي حق عليك وهو الولاء ما هو الولاء أنه إن ميت ولا يوجد لك ورثة سأخذ المال كل لي تعصيبا يرد المال لي كاملا طبعا في الشريعة الذي يعني يكون له حق الولاء هو من المعتق مش المشتري المعتق يعني الواحد يشتريها فيعتقها الآن هنا لا هي دولة مثلا كملك الفلوس أنا تفهم مع السيادك مع أهلك وكملك الفلوس إذن دخلت هي في الحرمة يعني عايشة هنا دخلت في الحرمة ويكون الولاء لي فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك ذكرته هي برضو يتحب المال تدخل ويكون عندها ولاء وتجارة وأشياء مش بس يعني تصوره لا حتى هي عايشة فقال النبي عليه الصلاة والسلام إبتاعيها يعني اشتريها منهم مفروض كنت تتفقي معهم على الشراء كيف تشتريها على الباقي لأنه هو المكاتب هل هو حر لا حتى ينتهي من المبلغ كامل فلو دفع خمسين في المية وليس حرا لكن إذا جاء واحد ثاني ودفع الخمسين في المية يجوز اشتراه بالخمسين في المية الثاني يعني حتى يقضي الخمسين في المية هذه ابتعيها فأتقيها فإنما الولاء لمن أعتق هذا الحديث الصحيح هذا القاعدة فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا في عبو بكر بعد الصلاة فهورا الرسول بدأ يشرع لنا أنه لا تصفق والتصفيق لله التصفيق للنساء وليس للرجال أيضا هنا أول ما علم أنها خالفت شيء في الشريعة ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر نادى بالناس أن يجتمعوا فقال ما بال أقوام شوف ما يسميها ما قال عائشة شوفوها غلطانا ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله يعني ليست على شريعة الله ليش يا محمد عليه الصلاة والسلام تفعل هذا لأن الحادثة ما كانت بين عائشة وبريرة انتهت لا انتشر الخبر فلا بد أني أرفع الآن الانتشار هذا إعلاما فأرد عليه فغورا صعد على المنبر يشرع وهذا أيضا يعطي قاعدة أنه لا يوجد شيء في الشريعة الرسول تركها مثلا الآن مشكلة الأغاني مثلا الذي يقول أنه أغاني حلال أو حرام كونك تأتيني بحرام إذن هناك لا بد أن يكون نص صريح بينما أنه يوجد استثناءات الرسول سمع مثلا الضرب على الدفة أو الضرب على الطابل وكذا ولم يقول بالتحريم ما حرمه وقصة العيد مع بي رحافة أبو بكر لما أبو بكر دخلوا زعل من عائشة أنه جابت مغنية لله النبي عليه الصلاة والسلام فغلوا فيه أم إزمار الشيطان في بيت رسول الله ورسوله لسكت خليهم الذين يقولوا بالإباحة جعلوا شروط من الشروط أنه هذه مغنية صغيرة يعني فتاة صغيرة تم فينا الاستثناءة الرسول لماذا ذكرها تتكلم على شيء مش مكروه تتكلم على شيء محرم لكن الإشكالية في وقتنا الحاضر اللي احنا فيه أنه الذين اتجهوا للأغاني ليس من أهل البر ليس من أهل الخير بالعكس استفادوا من الغاني في إهياء السمرات أو الأشياء المحرمات فأصبحت مقرونة بالفسق أو أعمال الخوارم المروه على العموم فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر وقال ما بالواقوام يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط طيب أنا أدور حل مش بس أوقعك في المشكلة لا في الشريعة الإسلامية محمد عليه الصلاة والسلام كان دائما يأتي بالعلوم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له يعني مسأة الولاء هذا اللي انت اتفقت معه مع بريرة ليس لك ما يكون لك وإن اشترط مئة شرط حتى وإن أكد على الشروط وحط عليها مواثيق ومحامي وقضاء وقع لك أكبر واحد ما الغير ما مثاله في وقتنا الحاضر اللي يجي يقول لك أنا أتاجر معك بشرط يعني مثلا المرأة مثلا لو جاءت قاد تتزوجك بشرط أنه ما تدفع لي مهر ما بقى منك شي هو وافق وإنت وافقت وتدبست وتزوجتها وهي ما كانت حلوة بس قلت بلاش فإذا بها راحت عندي الشيخ تقول لها بفلوسي أنا أتزوجني وما دفع لي فلوس هنا الشيخ يلزمه بماذا بالمهر تدفع على مهر طبيعي ضحكت عليه ما على المهم تبقى السبع لا يصح الصلح ممن لا يصح تبرعه اللي ما يصح تبرعه لا يصح أن يعني يصطلح على شي مش المصلح نفس الخصمين ما مثاله مرة معكم المحجور عليه اللي ما عنده يعني يستطيع أن يتنفذ في ماله مثلا لدي فحجروا على ماله لأنه دينه ما يغطي طيب فلو جاء يريد الآن يصلح فيقول لك أخي أنا أخاف من الله وأنتم حجرت على الفلوس ترى في ألف للشيخ وسامة هل نقبل ونيجي نعطي الألف لأسامة لا لا نقبل ليش أنه عندي قاعدة لا يصح الصلح ممن لا يصح تبرعه كالمحجور عليه فلو أقر المحجور عليه على أن عليه دين ألف وتصالح مع الدائن قالت صالحت معه أني أعطي له خمسمين أو أني أعطي له الآن ما نقبل صالحت ولا ما تصالحت لأنه قد تكون مكيدة قد يكون بينهم اتفاق وتصالح مع الدائن على أن يدفع أربعمائة فقط ولا يوجد ما يثبت ذلك فلا يقبل قوله طيب لو مسكين الشيخ عنده إثباتات صور دو كلامه صح طلع عنه صح أنه في ألف لا ما نرفض كلامه بالكلية إذا فيه إثباتات قديمة مش الآن أنت تكتب له بعد ما حجروا عليه طيب خمسة أو ثمانية ما يخص الصور هل واجب أن تكتبه؟ لا ثمانية لا يجوز الصلح ببعض الدين حالا طيبته؟ لا يجوز طيب لا يجوز الصلح عندنا الآن الصلح في الديون الصلح في الديون لو الآن الدين عشرة آلاف فجاء قال لك أصالحك على العشرة آلاف أنت ضعها لي ثمانية آلاف وأنا أدفع لك الآن إذا جعلت هي الآن موعدة عشرة آلاف بعد سنة بعد 12 شهر خلي لي ثمانية آلاف أو خمسة آلاف وندفع لك الآن أو خلي لي مثلا ثمانية آلاف فادفع لك الشهر الجايل وخليت لي خمسة آلاف فادفع لك الآن طيب لا يجوز الصلح الصلح ببعض الدين حالا الآن هذا المثال ذكرت primo أن مثلا إجعلي إياها ثمانية آلاف وأنا أدفع لك الآن مثلا 3000 3000 2000 أو اجعل لي خمسة الاف ونتفع لك حالا الآن كاملة 5000 الثانية إذا وافق عليها يجوز ما عليش فتحوه ذي هناك معي الخمسة ليش؟ لأنه مبلغ كامل وفيها نص شرعي أنه الآن أنت تضع لي وأنا أدفع لك الطريقة الأولى اللي يقول له كان يقول لك خفف التقصيد أنا كنت متفق معك أني أرد لك الدين 10 ألف عشرة أشهر كل شهر 1000 1000 خلاص خليلي إياه خمسة أشهر وأنا أرد لك إياه كل شهر 2000 مثلا يلا عشان أنت تغلق ولا نغلق لا يبقى ينقص عن العشر وكل خليلي إياه خمسة أشهر أو خليلي إياه شهرين وأنا أرد لك إياه 4 أربعة هتفعلك أربعة الآن وأربعة الشهر يلا عشرة يقول تخليلي إياه ثمانية هذا لا يجوز لا يجوز إما المبلغ كامل أو لا طيب فلا يجوز الصلح ببعض الدين ببعض الدين حالا ولا يجوز للدين أن يطلب من المدين الدين قبل حلول أجله هذه القعدة خذناها في الدين أنه لا يجوز شوفوا لاحظوها لا يجوز للدين اللي دفع الفلوس أن يطالب المال من المدين إلا متى إذا جاء الوقت اللي هو نحن متفقين بعد 12 شهر المفروض ما أطالبك لما نهتي نهاية الـ 12 شهر إلا في حالة ماذا أني أصطلح معك إيش تصطلح معي إلا بمقابلة أن يخفض له يعني مثلا نفس الدين المبلغ 10 ألاف على أساس أنه يردله إياه بعد سنة فجاء هذا قال له يا أخي احتاج احتاج العشر ألاف أنا جاتني مصيبة ولا جاتني مشكلة صح أنا متفق معك فأنا أخيرك إذا دفعت لي الآن المبلغ كامل أدفع لي 5 ألاف ليه طيب طيب إذن عندنا 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 الآن الصلح في الدين إحنا نتكلم في الدين إما أن يكون الصلح على المبلغ كامل هذا جائز وإما أن يكون على التقصيد أو على بعضه وكذا هذا غير جائز طيب قبل حلول أجله إلا مقابل أن يخفض له فيستلم المبلغ كامل ما الدليل فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بني النظير أجلاهم أن يخرجوا قالوا يا رسول الله شوف الحكم كيف أنت تبقى تخرجنا خلاص نخرج نحن سارت مشكلة نقضنا العهد لكن عندنا إشكالية ما هي قالوا يا رسول الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون إحنا فيه فلوس لنا عند الناس لم تحل ما جاء وقتها كيف نتركها فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضعوا وتعجلوا ضعوا يعني نزلوا خفضوا وتعجلوا خذوها الآن عشان نحل الإشكالية ضعوا وتعجلوا وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه البخاري ومسلم إلا أنه في المستدرك في كتاب المستدرك على الصحيحين يعني على نفس الشيوخ البخاري ومسلم ولأنه فيه مصلحة للطرفين طبعا ثقها يقول لك لأنه في مصلحة للطرفين من باب الصلح ما هي المصلحة؟ الطالب مصلحته التعجيل والمطلوب مصلحته الإسقاط يقول لك أنت خفضت يلا حاول يدبلك تاسعا يحرم نقض الصلح المتفق عليه إذا اتفقوا الآن ألف وباء على الصلح لا يجوز نقضه ما يجي بكرة يقول لك والله أنا غيرت كلامي أنا كنت متفق معك على أساس يعني مثلا أني أقبل بكذا كذا الآن أنا رافض لا يجوز فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة قال الله هذا حديث قدسي ماذا يعني حديث قدسي؟ يعني القرآن متعبد بتلاوته كلام الله لكن الحديث القدسي كلام الله لكن المعنى من الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة اللفظ من الرسول والمعنى من الله حسن تجن والقرآن اللفظ والمعنى من الله أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدى رجل أعطى بي يعني وعد قال والله يا أخي بحق الله بحق الرسول عليه الصلاة والسلام أني أديك خلاص يا أخي ثق فيه يعني وعد ثم غدر يعني ثم يعني متعمد الغدر أنه ما يوفي هذا من الثلاثة الذين خصمهم الله يوم القيامة ورجل باع حرا فأكل ثمنه صور رجل يعني تعدى على حر فربطه وساقه إلى السوق فقال هذا عبد أنا أبيعه هذا من الثلاثة الذين يعني خصمهم الله يوم القيامة والمشكلة في الثالث اللي هي تقع كثير هو رجل يستعجر أجيرا جيت عند ورشة جيت عند محل عند أساس واحد يصلح لك أي شيء أو يضرب لك بوية واتفقت معاه مثلا بألف فاستوفى منه خلص طرب لك البوية وصلح لك السيارة ولم يعطيه أجرة يعني عمل قد يكون بسيط يعني مبلغ ألف ولا خمسمية ولا مية ولا خيط لثوب اتفقت معاه أساسي خيط لثوب بمية فما وفيته ما أعطيته حقه يعني جيت خط الثوب أو تركته لا هذه فيه إشكاليين طبعا الشاهد عندنا اللي هو إيش اللي هو رجل أعطى بي ثم غدر يعني تصالح يعني وأعطى المواعيد والاتفاق ثم غدر عاشرا يحرم على المتخاصمين القطيعة أنت الآن قد تستخدم التحريم هذا في الإصلاح يا جماعة ترى أنت الآن القطيعة بينكم محرمة لا يقبل الله مثلا تصعد الأعمال يومها الاثنين والخميسة أعمالكم لا تصعدوا هكذا فيحرم على المتخاصمين القطيعة أو الوقيعة فهي من عمل من؟ الشيطان ونحن أمرنا بماذا؟ باجتناب قطوات الشيطان وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إذا تعرف أن الشيطان لا يتركك يخذ نص قرآني فإذا استغل الخصومة هو يدخل من باب الخصومة فالواجب علي أني ما أدخل الخصومة لا بيني وبين شريكي ولا جاري ولا زوجي ولا ابني أحاول أني دائما ما تكون في خصومة ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين يشهد مبين مبين يعني بين أنت تبقى تتغافل وتظن أنه الآن ما في أحد يراقبك وما أحد حيكسل وحيقول لك قوم روح افطر وسيب الدرس فتأكد أنه الشيطان حيقلس وراء ليش تحضر الكلام هذا نفاهمه وعارفه وليش وهكذا 11 يحرم نقل الكلام المفسد بين المتخاصمين ربي ابتلاك أنك دخلت تصلح يا شيخ عمر وأعلم أنه ألف سب أو شتمه في أمي أو هدده قال والله لا أكسر رأس وزي ما سوه فعل ما شاء الله أنا مصلح أروح شيخ حسام انتبه ترى هذا يهددك أو يسبك يا أخي أنا أشوف بصراحة أنا ما نزعلان أنا زعلت لما نسبك في أمك هو بس لما نجاب سيرة أمك أنا زعلت يا أخي هذا مو مصلح هذا محرم ما يجوز فلذلك الذي يصلح بين الناس لازم يش يكون عنده حكمة وفطنة طيب فيحرم على المتخاص ويحرم نقل الكلام المفسد بين المتخاصمين كالتهديد ولو كان حقيقة حتى لو كان حقيقة ما تنقل ما تأتي به يعني 12 يجوز التنازل عن الحق في الصلح يعني قد يأتي رقم ألف وأنت عارف أن الحق مثلا يعني خلاص إخي أنت الأب مثلا وهذا غلط وهذا ابنك فاتنازل يا أخي خلاص إنت يعني مشيها يجوز التنازل عن الحق في الصلح ما الدليل عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت خصومة بالباب شوف عائشة تولد لنا قصة حدثت في بيتها صوت خصومة بالباب عالية أصواتهما يعني ضجة وإذا أحدهما يستوضع الآخر الأول رقم ألف يقول للثاني يا أخي رأيني يا أخي يا أخي ما حتى الذي تشتكيني وهذا يقول والله ما رأيك والله وبالله لا أرأيك وهذه فلوسي وحقيه لازم ترد لي فلوسي أنت نصاب وكذاب وحرام لازم فلوسي ترجع وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه ارفق به ترى أنا عندي ظروف أنا شوفنا دائما أعطيك هذه المرة جاءت علي أزمة سامحني ساعدني ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل والله ما أفعل فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين المتآل على الله من هذا الذي يحرف من هذا الذي قاعد يحرف والله ما أدفع والله ما أرضى والله إلا أجيب فلوسي والله أخذ فلوسي منك وأوريك وأين المتعالي على الله لا يفعل المعروف اللي هو المعروف في مسألة الإحسان في الطلب طيب أنت لك حق تطالب بالإحسان وهنا يا مشايخ تعرفه الفرق الناس الآن يقول لك أنا ما أقرض والقرض الآن ما أحد يقرض ليش ما يرد مو بس ما يرد هي أصلا القرض من أبو أوجه البر كونك أصلا تعطيك ما جاء في الحديث دفعت مثلا قرض عشرة آلاف لك كل يوم بقدر هي صدقة ليش أنت تحتأخذ العجر هذا كله وهو أن الله خلفك في هذا المال حتى وقت الدفع وقت الأداء طالبته ما عنده وش تسوي طيب تشتكي يجوز تشتكي لكن لا تتعدى يعني تذكر المقول هذا اللي يعني جاء رقم ألف يطلب من با دين وقال له أنا مستعد أعطيك بس قبل ليش يدي قال له ليش يقبل يدك أخي عشانني محتاج قال له عشان بعدين لو جيت سلم حتى على رأسك ورجلك عشان ترد لي اسمع أنك أنت قبلت يدي وأتذكر واحد من المشايخ كان زعلان وقال له الله ما أنت يقول واحد من الطلاب طلبني فلوس فعطيته جاء وقت السداد أقول له جيب يقول لي ما عندي فقلت له طيب الشهر الجاي جاء الشهر الجاي يعطيني علمي ماذاك زعل الطالب فقل له أنت شيخ وتصلي بالناس تصوي نفسك إمام وتدرسنا وما تنتظرني فالشخص يعلاني يقول ايش تخلى التدريس وأنا أستاذ وعلم في هذه الأمور فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أين المتآل على الله لا يفعل المعروف الصحابي هنا تراجع فورا ما فيه شيء يعني تراجع فقال أنا يا رسول الله ما يكذب قال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب خلاص أنا متنازل أيش اللي يبه خلاص ماذا مصل الموضوع لك وانقلب العتاب علي لا 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 تزعل مني يا رسول الله خلاص أيش اللي يبه يشوف اللي يبه أيش يحب ما يبقى يدفع لا يدفع يبقى ينقص يعني وهكذا فهذا فيه دليل يوجوب أو جواز التنازل أيضا يجوز للمصلح أن يكذب زي أنا الآن أقول لكم الشيخ عمرو جاء عشان يسمع الدرس مش عشان يحطكم على الإفطار أي يجوز عشان ما يعني أهد الأمور فكأن يقول فلان يذكرك بخير مثلا عاتي للأخ الأكبر فأقول له أنت ليس علام من با يقول لك يا أخي هو ما يسلم علي ويشوف لما سوى فرح ولده أو بنته ما ناداني أقول له يا أخي تدري ليش ما ناداك والله كان منحرج منك أنا أكذب الآن من باب إيش العلفة كان هو منحرج منك ترى ما عنده ما استطاع تقول لك والله لو كلمني أنا إيش أديره هو هذا منحرج من كرمك هو يعرف أنك أنت كريم شوف لازم يكون في حكمة وهذه بالذات في مسألة مين الزوجين لأنه غالبا مشاكل النساء جبران الخواطر قل لك هو ما ذكرني ما ذكرني ما كلمني لو أسبوع جاء العيد ما أعطاني عيدية ولا ما أعطاني هدية يا شيخ أبو معبيرك هدية كبيرة أنت منت دارية أو دفع لك هدية صدقة سوالك وقف لله سبحانه وتعالى بس ما يبي خبرك عشان ما يضي عجلك وهكذا أو تدري أنه دفع الفلوس هذه لأمك أو أبوك أو سوالك برات صدقة أو سبيل لله لوالديك ترى هو يحبك وكذا أنت شوف تريد أنك سعت الظن فيه وأنت وأنت عشان هي تمين فيجوز للمصلحة أن يكذب كان يقول فلان يذكرك بخير أو يعتذر منك حتى ولو لم يعتذر يقول له هو يعتذر منك خلاص هو فعن أمك الثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا يعني مدام أنا أنمي خير في الإصلاح هذا لا يعتبر كذبا أو يقول خيرا الرابع عشر يجوز لمن أراد آخر شيء يجوز لمن كان له دين على غيره لا يعلم قدره أن يصطلح على أي شيء كمن كان بينهما تجارة وأرادوا حلها كان مثلا أب في عنده تجارة مع فلان أو مستدين ألف مستدين من با مات ألف فيأتوا أبناء ألف ما يريد أبوهم يعاقب أو يعذب في قبره يعني يعرضوا يعني يعرضوا على أبناء باء الصلح كما الفلوس قال والله ما ندين المفروض أبوك يكون متأكد طيب أنت كمان أبوك ما هو متأكد يعني ليش أبوك ما كتبها هل العموم نصلح طيب إش رايكم نتفعله مثلا ما أظن يزيد عن خمس آلاف خاص نتصالح نديكم ثلاث آلاف مثلا هاي تقريب وإذا قدر الله في شيء تبرعوه يعني ما عليكم شيء وما علينا شيء قالوا والله موافقين يجوز إذن يجوز لمن كان له دين على غيره رحت عند بقالة قلوا يا خنا سحب منك الشارع الماضي بس أنا ما أدري كم صاحب البقالة قالوا أنا ما أدري والله كم طيب يعني أديك مية أديك ميتين وخلاص طيب موافق يجوز ما هو محرم ما تجي تقول جهالة أو غرر أو شيء طيب قدر الله هذا اللي دفع له ثلاث آلاف آلف دفعوا أبناءه ثلاث آلاف لباء جاء بعد ستة أشهر سنة نبشوا في الأوراق فإذا بورقة تبين أنه مثلا فيه دين ألف مش ثلاث آلاف يجب ريجعش الألفين لهم طيب لو العكس فوجدوا عشر آلاف يسير باقي لهم سبع آلاف لا التصالح على شيء مجهول لكن لما أصبح معلوما وفي ورقة الآن تبين الحق أصبح حق ما أصبح صلح أصبح حق فيجوز لمن كان له دين على غيره لا يعلم قدره أن يصطلح على أي شيء كمن كان بينهم تجارة وأرادوا حل أسأل الله لكم التوفيق والسداد نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم هذا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين